السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى روائع ابن القيم هل تعرفون لماذا لقب أبو لهب وما كان في زريته من لهب لأن الشر حمر وجهه فشان بياضه فالتهب موصوم برغم جماله يبغضه من هبى ودب وقع الجبار ظلما تبت يد أبي لهب وتب وقعت يا جبار فجرا أفسدت تمثيل السلام نلت لقطات الإعجاب زهوا أرضيت الصهيون اللئام كل الأقنعة تساقطت أين رعايتكم للسلام يا وجه الفأر الأبيض قرارك يشبه الحطب وقعت يا جبار ظلما تبت يد أبي لهب وتب لمن كانت القدس قبل بلفر المشؤوم ما فعل جدك الصليبي بالقدس يا مهزوم لا أتم الله لك الصفقة وأفسد قرنك المزعوم يا وجه الفأر الأبيض قرارك أشبه الحطب وقعت يا جبار ظلما تبت يد أبي لهب وتب لا يغرن كما ترى من الخوانة والعواجيز لا ينطلي نهب الشرف والمسجد الأقصى العزيز تبجحتم فافتضحتم ما عدتم في الدهاليز يا وجه الفأر الأبيض قرارك يشبه الحطب وقعت يا جبار ظلما تبت يد أبي لهب وتب أيها الأحباب في خضم شغف الكل بالكلام عن المسجد الأقصى والقدس الشريف تعالوا نجعل ليلتنا في تأديد بأبي لهب تبت يد أبي لهب وتب على سيد النبي نصل وعلى آله وصحبه أجمعين وبروائع بن القيم تهنوا وذوق الأنس واليقين وحضروا للفهم قلوبا سَمْتُهَا الْحَبُ وَالْحَنِينَ الحمد لله الذي عمّ لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمّت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر أما بعد فأهلا ومرحبا بحضرتكم إلى الروعة الثالثة عشر بعد المئة وهي السادسة والعشرون من شرح كتاب الفوائد وفيها يقول ابن القيم عليه رحمة الله لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين اللهم ارزقنا العمل بالعلم واللهم ارزقنا الإخلاص في العمل يا أرحم الراحمين وأنا أحبكم في الله أحبكم لأنكم شغوفين في هذه الأيام وضمآنين في هذه الأيام إلى كلمة في عز الإسلام وإلى كلمة في مجد المسجد الأقصى والأمة صفعت من هذا اللئيم أبو لهب الذي بعد أن نهب خير الأمة وحصد المال نهب المسجد الأقصى وأعانه على ذلك شرذمة من أقزام العرب الذين لم ينطلي بيعهم للقضية والأمة ما عادت غبية في خضم شغفكم بالمسجد الأقصى أقول أنتم أنتم الأمناء على هذا المسجد الأسير أنتم الأمناء الذي لم ينطل عليكم خداع أقزام تقلدوا مقاليد الأمور أنتم أبطال أنتم الذين لا يبقى في الأمة غيركم الشغفين والمشتاقين للمسجد الأقصى والآسفين على ما يجري من قرار لئيم من إنسان حصد احتقار الأرض وهنا يأتي أوان شكر المنصفين من الناس حين ترتفع هامتي لأن شيخنا الفاضل فاضلت الدكتور محمد حسان أصدر بيانا يستنكر فيه هذا القرار الترمبي الأسيم وبين فيه أن القدسة إسلامية وأن هذا الوعد وعد من لا يملك لمن لا يستحق كل الدنيا تستحق شكر من المنصفين نشكر شيخ الأزهر على موقفه المحترم ونشكر أهل زمتنا نشكر أهل زمتنا أهل زمتنا الذين أنصفوا وقالوا أن هذا القرار غير محترم وأنه لا يصب في مصلحة الإنسانية ولا يصب في مصلحة المنطقة ولا يصب في مصلحة السلام كل الدنيا قالت أنك سفيه كل الدنيا سفهت قرارك حين يستنكر لاتحاد الأوروبي هذا القرار ويقول أنه لا يصب في مصلحة السلام وأنه لا يصب في مصلحة المنطقة حين يفكر فقط في اللقطة يفكر فقط في صورته كالأبلة وهو يتباهى ويزهو بهذا التوقيع لعبة في يد الصهاينة لعبة في يد الصهاينة كما أن فئام أقزام من حكام العرب لعبة في يد هذا المسكين وهنا نرجع إلى شكر هذه الأمم المحترمة التي استنكرت ذلك ما عاد الكلام اسمه كلام في السياسة هذا من صميم الشرف هذا من صميم الشرف الخريطة الآن تتهدد بالتغيير خريطة الإسلام الآن مهددة بالتغيير إنه الإسلام إنه شرفي إنه ديني وليس كلام فيما لا نحسن إنه من صميم ديني ولا خير في أحد في هذه الأمة إن تكلم بابا الكنيسة المصرية وأنصف ورفض كما رفض شيخ الأزهر حفظه الله رفض لقاء نائب رئيس الأمريكي كذلك تودرس رفض لقاء بابا الكنيسة رفض لقاء نائب هذا الرئيس الشرير أبو لهب وهنا مقام يكلم فيه ابن القيم كل الناس لكي نقوم هذه العاطفة أليس حريا بنا أن نتساءل لماذا كل خطط اليهود تتحقق وكل خططنا تفشل إن كانت لنا خطة لماذا كل خطط اليهود تتحقق كيف يقررون منذ مئة عام أمرا فيتحقق بعد مئة عام كيف كيف إنهم خبثاء وأول ما أفسدوا يا مسلم أفسدوا بينك وبين أخيك المسلم وهنا نشكر أبا لهب أبو لهب هذا الزمان أبو لهب 2017 لأنه وحد كلمتنا استوقفني شرطي في كمين رخصك يا شيخ تفضلي فن رخصك يا شيخ يرضيك اللي بيجرى في المسجد الأقصى ده شكرا أبو لهب شكرا أبا لهب لأنك وحدت صفنا ووحدت كلمتنا شكرا أنك جعلت كل الأمة على قلب واحد ولا تفكر إلا في شيء واحد شكرا أبو لهب أنك أرعبت اليهود لأن كل المسلمين كل الفرقاء على قلب واحد إنني لا أخجل من شكر الإعلاميين ألم أقول لكم إنه وحد الفرقاء إنني أشكر الأستاذ الغيطي على حرقة قلبي وما قدم من إنكار لهذا القرار وتوعد واحتقار لهذا الإنسان ما هذا إنه إنه نسيج الأمة يعود ويتحد الإعلاميون الكل على قلب واحد يحتقر هذا القرار نعم القدس قادرة على توحيد الأمة إنها قضية لا تعرف الخلاف إنها قضية لا يختلف فيها اثنان الكل على قلب واحد الكل يحتقر ويستنكر هذا القرار لأنه يهدد القريطة ولن تكون القدس إلا إسلامية إنها مسألة دين دين من قبل أن يفتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهي مسلمة سبحان الذي أسرى بعبته ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ومن قبل الإسراء القدس مسلمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سئل أي المساجد بني أولا قال المسجد الحرام اللهم مجمعنا صحبة في المسجد الحرام ولا أريد أن أؤخر هذه الكلمة اللي مشتاق للمسجد الأقصى وما رحش يحج وما رحش المسجد الحرام بيكلم ليه وما عايز المسجد الأقصى في إيه إذا كنت محجتش لحد الوقت إذا كانش ما خطرتش في بالك لحد الوقت إنك تحج اللهم وسع علينا لنا حج اللهم يسر لنا جميعا الحج يا رب أقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني أولا فقال المسجد الحرام فقيل له عليه الصلاة السلام ثم أي قال المسجد الأقصى فسئل عليه الصلاة السلام كم بينهما قال أربعون سنة المسجد الأقصى وأرض المقدس أرض بيت المقدس مسلمة من قبل الإسراء والمعراج من قبل أن يخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بل من قبل أن يخلق آدم من الأقوال الراجحة من أقوى الأقوال أن المسجد الحرام ليس بنائه على يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن شاء وإنما رفع القواعد عليه السلام والمسجد الحرام أقدم من إبراهيم عليه السلام بل أقدم من آدم لما أهبط آدم قالت الملائكة يا آدم طف بهذا البيت طف بهذا البيت فإن طفنا به قبلك بألفي عام فإذا كان المسجد الحرام أقدم من آدم عليه السلام بألفي عام وإذا كان المسجد الأقصى بنائه على يد الملائكة بعد آدم عليه السلام بعد المسجد الأقصى بأربعين عاما علمت أن المسجد الأقصى أقدم من سليمان عليه السلام أقدم من داود عليه السلام أقدم من موسى عليه السلام أقدم من آدم مسلم أرض مسلمة بل قل إن الأرض كلها لله قل إن الأرض لله يرسها من يشاء كل الأرض مسلمة أرض البيت الأبيض مسلمة أرض أمريكا مسلمة كل الدنيا وهذا الحديث الجميل يسوقنا لحديث شرف الأمة وشرف المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب مسيرة شعر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي وأعطيت الشفاعة وأعطيت الشفاعة والخامسة أنه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة وكان النبي يبعث في قومه خاصة قال شراح الحديث ما عدا الشفاعة فإن كل ما في هذا الحديث ورثته الأمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هيا واجب هيا نقل عملية افتح تليفونك افتح الخرايط ادخل على الانتقال جوجل إيرس جوجل مابس ادخل بطريقة ذهابك إلى العمل والعودة اكتب أريد أن أنتقل من موقعي إلى المسجد الأقصى يلا دوس انتقال كم كيلومتر بين بيتك بين مجلسك الآن وبين المسجد الأقصى بيني الآن وأنا في مدينة الانتاج الإعلامي بمنطقة السادس من أكتوبر بضواحي الجيزة والقاهرة الكبرى بجمهورية مصر العربية وبيني وبين المسجد الأقصى أقل من 1200 كيلومتر يا سلام ده ده مشوار زي من هنا الأسوان نعمله بالعربية زي ما رحت بعربيتي في برنامج الدعوة المستمرة وشفت وشفنا مع بعض إزاي قعدنا مع الدعاء في أسوان والحلقات اللي جاية بمشيئة الله ستة حلقات في برنامج الدعوة المستمرة في الأقصر وقنى وسهاج هذا المسجد الأقصى بيننا وبينه مثل ما بيننا وبين بعض محافظات بلدنا تدرون نحن في مصر بيننا وبين المسجد الأقصى مثل ما بيننا وبين الكعبة أو أقل إحنا في مصر المسجد الأقصى أقرب لنا من المدينة المنورة والكعبة المشرفة كم كيلو متر ألف ومئتين كيلو متر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صرت بالرعب مسيرة شهر مسيرة اليوم مسيرة اليوم والليلة ثمانين كيلو يبقى مسيرة الشهر تلاتين يوم قد إيه ألفين وربعمائة كيلو اليهود لو عرفوا أني أنت يا مسلم نويت بس تروح المسجد الأقصى وقفت على رجلك كده نزلت الدور عربيتك كده رايح على هناك لو شموا خبر مش هنحارب مش هنحارب هيهربوا اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر المسجد الأقصى الأسير اللهم اجمعنا صحبة في هذا المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأنك القدير النصير أن تجمعنا صحبة في المسجد الأسير اللهم حرره بنا اللهم متعنا بأكنافه يا رب اللهم متع أبصارنا بالنظر إلى أكنافه اللهم متع جنوبنا بالاعتكاف فيه اللهم متع جباهنا بالسجود فيه اللهم متعنا بالدعوة فيه يا أرحم الراحمين بيننا وبين المسجد الأقصى مشوار يرعب اليهود شفت اليهود فيه معلومة انت متعرفهاش عن الجيش اليهودي إن بيصرفوا لهم مع الأفارول مع المخلة مع الملابس بامبرز حفظات عشان ما بيمسكوش نفسه علشان انت مرعب في تأويل قول الله عز وجل وهذه الأنهار تجري من تحته ذكر في بعض أقوال السلف أن موسى عليه السلام كان إذا قام بين يدي فرعون بال على نفسه همشأ هذه الأنهار تجري من تحته كل الدنيا تخافك يا مسلم بس لو نهض لو حملت الهم لو عيت القضية لو دعوت الله لو بان وعيك للأمة وللأرض اللهم منصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم واخذل من خزل دينك ولا تجعلنا منهم كيف بك يا مسلم إذا نصرنا الله اللهم أذقنا حلاوة النصر يا رب أترككم إلى فاصل قصير ونرجع إلى روعة من روائع ابن القيم وطيب الله أوقاتكم بذكري اللهم منصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم منصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم واخذل من خزل دينك ولا تجعلنا منهم صديقي معايا الحج أحمد سعيد بيقول لي أنا تخضيت لما اكتشفت أن بنته بالمسجد الأقصى ألف كيلو دي نروحهم بعربيتي أنا بعمل المشاوير دي في شغلي طب قلت له آه يا دوب هتناملك في السكة شوي قال لا مش هنام يخد حتة واحدة قال لا مش هنام يخد حتة واحدة قلت له لا تنام قال لي آه عشان هنروح نحارب دونهم مش هتحارب مش هتحارب ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون قال الله عز وجل لا يقاتلونكم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر وهم الدنيا هم مرعبين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاتلن المسلمون اليهود حتى ينطق الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله فين الحرب فين الحرب فين الحرب وهنا اسمحوا لي أن أحل لحضراتكم إشكال كلمة إرهاب لو سمحتوا يعني عايزك ترتاح من مصطلح إرهاب ده ليه اليهود بيقولوا على أهل غزة إرهابيين ليه ليه اليهود بيقولوا على أهل فلسطين أهل الأرض إرهابيين ليه ليه اليهود لما بيقتل لما بيطعن مسلم لو المسلم عده وهو بيقتله يقول عدين المتوحش ليه ليه عارفين ليه ليه اليهود بيخافوا من المسلمين المقتلين ليه بتلاقيه وقف على الجسة ومسك لها الصلاح ليه ليه أبو لهب أنتوا عارفين عما لو أبو لهب فهمين مين أبو لهب ترامب ليه ليه مصطلح الإرهاب بيتقال في غير محله ويتقال إن القضية دي مرهون بيها السلام وإلا يبقى إرهاب عارفين ليه جعل في قلوب الذين كفروا الرعب ما دخلش هو سيدنا عمر بن الخطاب دخل فتحها كسرها ولا راح يثلم المفاتيح القضية قضية النصر سهل جدا وهذا هو النداء لحكامي هذا الزمان بتضيع تاريخك ليه بتضيع تاريخك ليه شكلك إيه شكلك إيه قدام الناس كل الدنيا متحدة ما فيش حد عارف يصون وجهك خالص كل الإعلامين على قلبه واحد موقف الشعوب العربية والمسلمة الشعوب المنصفة في العالم حتى غير المسلمة موقف واحد موقف واحد ما فيش حد عارف يلملم وجه حكام العرب يعدلوا كل الدنيا كل الشعوب كل الجنود كل الجيوش رجالاتها مش عجبها الكلام ده الموقف واحد انت الوحدك يا خاين الخاين لوحده مش لاقي حد يسنده ليه ليه بتبيع شرفك ليه حط اسمك في الكتب مش مطلوب حاجة صلاح الدين كان مع 12 ألف خرج من الأقصى خرج من بيت المقدس 600 ألف صليبي أشكال أبو لعب 300 ألف 600 ألف صليبي خرجوله بعد ما فتح حطين وقتل فيها 300 ألف وأثر 300 ألف راح المسجد الأقصى حرروا من غير ما يدخلوا شوية منجنيق وخرجوا واستسلموا عارفين يا مسلمين عارفين اللي زي ده أبو لعب ده يسوى كام في معركة من دول عارفين لما صلاح الدين فتح حطين وفتح المسجد الأقصى بـ 12 ألف جندي 12 ألف جندي أقل من عدد أي جيش مسلم في الدنيا وعربي لما بس تحرك وخاف وخرجوا عارفين إيه اللي حصل بقوا يتباعوا الأسرة دول في هذا الزمان في زمان نصري صلاح الدين في حطين وعكة وبيت المقدس وأكناف الشام عارفين عارفين إيه اللي حصل المسلمين بطلوا يبيعوا ويشتروا في الدواب والسيارات في الدواب والأراضي والعقارات عارفين المسلمين بقوا يبيعوا ويشتروا في إيه بقيت التجارة الرائجة هي الأسرة الصليبيين واليهود ساعتها واحد زي ده يا مسلم عارف يتباع بكم اسمع ابن كسير عليه رحمة الله بيقول إيه عن هذه الفترة وعن هذا الزمان بلغ ثمن الأسير في دمشق سلاسة دنانير ويباع الرجل وأولاده وزوجته في النداء في بيعة واحدة ما بقوا يبيعوا الأسير بالواحد بقوا يتباعوا بالأسرة بالعيلة ولقد بيع رجل وامرأته وخمسة أولاد لهم بثمانين دينارا عيلة على بعضها بقيت تتباع كلها وكان وقيل إن بعض فقراء العسكر واحد عسكري غلبان على قده ما كانش يعرف السوء ماشي ازاي باع أسيرا من هؤلاء بزربول عارف يعني زربول فردة واحدة بس من الشوز فردة واحدة من النعلك يا مسلم تسوى أبو لهب ده يتباع في السوء بعد نصر الله للمسلمين بزربول بفردة واحدة فردة نعل واحدة بس منك يا مسلم تسوي رأبة واحد من دول اللهم انصر دينك ومن نصره واجعلنا منهم واخذل من خزل دينك ولا تجعلنا منهم وقال الحافظ ابن كثير ذكر أن بعض الفلاحين رآه بعضهم يقود ألفا وثلاثين أسيرا من الفرنج بقى الموضوع كبير بقى الواحد يمشي مسك حبل رابط في ألف أسير راجل واحد مسلم مسك في أيده ألف أسير النهاردة مفيش رأي غنم معاه ألف خروف ده عزك يا مسلم ده تاريخك يا مسلم دي الحقيقة يا مسلم هو ده المسلم ودي قيمته الحقيقية احنا مش أقزام احنا مش قليلين وكلكم عارفين وكل الغرب عارف أن أقزام الحكام لا يمثلون هذه الشعوب الأبية التي ما عادت يدخل عليها هذا الكلام وكل الناس مش رائبة لأرضنا كل الناس مش رائبة لأرضنا وامرأبين إيه اللي ممكن يحصل في أرضنا وإيه اللي ممكن يتبع تاني وإيه اللي ممكن يحرز تاني كل الناس كل الناس الخيانة غير مستترة واضحة وضحة الشمس وهنا نعود لمصدر قوتنا وهو الإسلام يا مسلم قوتنا الآن ظهرت بجلاء لما اتحدى موقفنا عايزين نتحد ونبقى على قلب واحد عايزين نتحد ونبقى على قلب واحد شوف كل الدنيا وهي بتقول لشيخ الأزهر وبابا الكنيسة إن هم وقفوا منصفين في القضية شفت الموقف ده موقف ده يجعل كل الفرقاء يقول شكرا للمنصفين عايزين نتحد ونتفق أعيني في عينك أبوك راضي عنك ولا بيكرهك بسبب السياسة أمك راضي عنك ولا متضايقة منك علشان بتجادلها في اللي ملهاش فيه من جديد بتطل علينا السياسة عشان تفرق بيننا أرجوكم خلينا على قلب واحد أرجوكم اتحهدوا واتفقوا خلاص خلاص العمر بيجري الخريطة بتتهدد إنها تتغير ما فيش وقت لأي خلاف كل اللي بيقولوا لا إله إلا الله وكل اللي حرسين على السلام والشعوب المحبة للسلام في العالم بتقول لا ما ينفعش القدس تبقى يهودية ولن تكون ده مفتاح النار في المنطقة وخطر على أي حد بيفهم وده إنسان فكر في نفسه بس وفكر في اللقطة بس وبيحلم بدعم اللوب السهيوني له وبس حتى مداش فرصة للخوانة يمهدوا لشعوبهم ويسهلوا عليهم القضية ما حصلش مدهمش الفرصة وصاروا محرجين وسط الشعوب علشان كده يا مسلم ما فيش قدامك غير إن انت تتحد ونبدأ بالأسرة الوحدة كفاية خلافه شقاق نبدأ بالعيلة الوحدة كفاية خلافه شقاق نبدأ بزملاء العمل أرجوكم توقفوا عن التنابس بالألقاب تحابوا وتأخوا اتحدوا وكونوا على قلب رجل واحد ثانيا فهموا القضية فهموا القضية لازم نفهم لازم نفهم إيه اللي بيحصل إحنا عايزين المسجد الأقصى ليه ليه بتاع إيه عشان فيه إيه المسجد الأقصى مسجد مسجد يعني نعمل فيه إيه نصلي وهي دي كلمة ابن القيم عليه رحمة الله اليوم اللي إحنا عايشين معها لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب قال الله عز وجل مثلوا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بيستمثلوا القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ربنا زم أهل الكتاب دول علشان لا يعملون بما يقولون دول بيكرهوا بعض اليهود أصلا بينهم وبين النصرة تكفيروا كراهية الصليبين بيكرهوا النصرة بيكرهوا اليهود واليهود بيكرهوهم اليهود بيقولوا على سيدنا عيسى عليه السلام وحاشا لله أن يكون كذلك يقولون أنه ابن زنة يقولون أن مريم عليها السلام بنت زنة وحاشا لله أن تكون مريم كذلك هي البريئة الطاهرة مطهرة وعيسى عليه السلام روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم أقول بينهم كراهية إلا إن كنت أنت الضحية كده يحبوا بعض ويتفقوا كده يتوأموا مع بعض لما تكون أنت الضحية اليهود نفسهم بينهم وبعض كراهية في بعض مظاهرات أمريكا عثروا على حخامات يهود يقولون أنهم ضد السهيونية الفيديو ده حقير كتير من الناس إيه الحكاية يقولوا لا هو فيه يهود حلوين هو فيه يهود كويسين لا دول مستضعفين في اليهود إن كانوا صادقين ربما هم من الذين قال الله فيهم وإذا لقوا الذين أمانوا قالوا أمانا وربما هم مستضعفين في اليهود وقال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى هما بيقرأوا بعض وبيخدروا ببعض لكن أنت مش واقف على حيلك يا مسلم مش واقف على حيلك علشان كده من أجمل الردود على كلمة هل سنصلي في المسجد الأقصى أن يقال لما نصلي في المسجد اللي جنب البيت الأول المسجد اللي جنب بيتك ما بتقعدش ليه من فاجل الشروق أنت عايز المسجد الأقصى ليه عايزوا ليه عايزوا ليه ما هو مسجد عايزوا علشان الأجر فيه مضاعف طب بتعمل ايه في المسجد اللي الأجر فيه بـ 24 المسجد الأقصى الصلاة فيه نصف أجر المسجد النبو الشريف أو ربعه يعني من 250 أو 500 ضعف للصلاة في مسجدكم الركعة بـ 500 أو بـ 250 على اختلاف بين بعض الأحاديث طيب أنت عرفت أن المسجد اللي جنب بيتكم الصلاة فيه بـ 24 ضعف ما بتنزلش ليه المسجد إزاي المسجد يتقفل من فاجل للشروق وإنت على وش الدنيا إزاي إزاي تبقى أنت حي والمسجد يتقفل من فاجل للشروق لو لو كل المسلمين عايزين يعود من فاجل للشروق ومنهم خادم من المسجد نفسه عايز يقعد يفتح مصحف ويعبد ربينا من فاجل الشروق هنقعد من فاجل للشروق في المسجد انت المسجد انت المسجد حتشقدر يمنعك تقعد في بيت الله تفتح مصحف وقعد في المسجد احب المساجد عرفت الحكاية ايه الموضوع ده قديم من ايام من ايام ابو لهب الاصلي الاولاني من ايام ابو جهل الاصلي الاولاني كان بيمنع سيدنا النبي من الصلاة يزعم محمد انه يعفر وجهه بينكم بيكره انك تصلي بيكره انك تعبد الله عز وجل وما فيش حد في العالم بيصدق كلمة ان هو ده شرط السلام لا ما فيش ما يعرفوش السلام ولا هيسيبوا المسلمين يصلوا ولا يسمحوا لهم بالصلاة ولا هيسيبوا المسلمين يعبدوا الله عز وجل وانحن مش هنعبد الله عز وجل تحت بوابات يهودية او ختم جوازات يهودية او مداخل يهودية احنا هندخل المسجد الاقصى بعز الاسلام بعز الاسلام ان شاء الله احنا هندخل المسجد الاقصى وهنعتكف فيه وهندعو الى الله فيه بعز الاسلام ان شاء الله وهذه القضية حسمها الله عز وجل في القرآن الكريم فاذا جاء وعد الاخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا قضية دخلنا المسجد الاقصى قضية محسومة هندخل المسجد الاقصى بهز عزيز او بزل زليل اللهم استعملنا في ذلك يا ارحم الرحيمين يقول ابن القيم عليه رحمة الله لو نفع العلم بلا عمل ما ذم الله عز وجل لأحبار اهل الكتاب يا من تحمل هذا الهم مش كفاية ان انت عرفت لو سمحت اعمل عرفت عرفت علاقة علاقة بلدنا وطننا بالمسجد الاقصى شفتوا شفتوا ايه العلاقة في علاقة ولا ما فيش علاقة واضح واضح ان احنا مؤثرين في المسجد الاقصى ولا لا لو كنا احسن من كده واقوى من كده ومتحدين اكتر من كده ومش متفرقين وانهض من كده واصح من كده ما كانش حصل كده ولا لا شفتوا ازاي شفتوا ازاي احنا مؤثرين في اللي بيجرى اللهم اننا نعوذ بك من عار ان نكون سبب ضياع المسجد الاقصى عايزين نعمل بما نتعلم عايزين نتق الله فيما علمنا سبحانه وتعالى عايزين نتوب الى الله من ذنوبنا ومعصينا ان الله لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اهو 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 واضح زي الشمس واضح زي الشمس انت ليه عايز الكلام للحكام وانت لأ انت ليه عايز الكلام لغيرك انت ليه عايز الكلام لغيرك اذا كانوا اذا كان حد خان قضية على مستوى خطبة الجمعة الماضية اخ معلق كاتب قال اذا كان الحكام خانوا فهذا دقابهم فاين اهل العلم احنا عملنا ايه باللي عملنا فين الدعاء للمسجد الاقصى فين حملة هذه القضية فين الاتحاد والقوة بين المسلمين شفتوا زنوبنا زي اثرت ولا ما اثرتش ما تشيلش ما تشيلش المهمة من عليك وتعلها على شماعة الكلام الكلام سهل الكلام سهل لكن العمل هو الحقيقي وهو الاخلاص قال ابن القيم عليه رحمة الله ولو نفع العمل بلا اخلاص لما ذم الله المنافقين شفتوا ازاي الصفعة دي تيجي بعد ملد النبي عليه الصلاة والسلام ايه يا امة ايه يا امة محمد فين امانة محمد ضعت ليه ضعت ليه مع ان مع ان الكل كان بيقول يا احمر الخدين ويا كحيل العينين رحت مننا المسجد رحت مننا القدس واحنا بنغني للمولد عرفته عرفته وشفته يا امة محمد ان احنا زي كل سنة بنخرج من المولد بلا حمص شفته ازاي جاية الصفعة بعد المولد متشكرين يالي احتفلته بالمولد الحقونا الحقونا يا قادة الاسلام متشكرين على احتفالكم بالمولد تحبوا النبي الحقونا الحقونا امانة النبي بيضيع شرف امة النبي بيضيع الحقونا كالشرعا انيابكم وكتبوا اسمائكم في كتب التاريخ الكل مستنيكم تقولوا كلمتكم لهذا لابد من الاخلاص ارعبني حديث صححة والالبانيو عليه رحمة الله في صحيح الترغيب والترهيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة اسري بي بقوم تشقق افواههم تشقق اشداقهم فقلت من هؤلاء فقيل خطباء امتك الذين لا يعملون بما يقولون اللهم تب علينا ولا تفضحنا يا رب اللهم تب علينا توبة ترضيك يا رب يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تصور الوعيد حين يكون لاحسن الناس ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اذا فلا احد معصوم لا احد بريء الكل ضليع في هذه المأساة كل واحد على قد حجمه كل واحد عنده خيانة على قده وغدر على قده في واحد خيانته في الخلوات في واحدة خيانتها في الشات في واحدة خيانتها في الحجاب والبرفان في واحد خيانته في اناس ملكه الله اياهم كل واحد عنده خيانة على قده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يوم القيامة لواء لكل غادر على قدر غدرته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان عرفتم يا احباب من هو ابو لهب وعرفتم لماذا لقب ابو لهب بابي لهب وما كان في زريته من لهب لان الشر حمر وجهه فشان بياضه فالتهب موصوم برغم جماله يبغضه من هب ودب وقع الجبار ظلما ليضيع الأقصى ويغتصب وقعت يا جبار ظلما افسدت تمثيل السلام نلت لقطات الاعجاب زهوا ارضيت الصهيون اللئام كل الأقنعة تساقطت امريكا راعية السلام يا وجه الفأر الأبيض قرارك يشبه الحطب وقعت يا جبار ظلما تبت يد أبي لهب وتب لمن كانت القدس قبل بلفر المشؤوم ما فعل جدك الصليبي بالقدس يا مهزوم لا أتم الله لك صفقة وأفسد قرنك المزعوم يا وجه الفأر الأبيض قرارك يشبه الحطب وقعت يا جبار ظلما تبت يد أبي لهب وتب لا يغرنك ما ترى من الخوانتي والعواجيز لا ينطلي نهب الشرف والمسجد الأقصى العزيز تبجحتم فافتضحتم ما عدتم في الدهاليز يا وجه الفأر الأبيض قرارك يشبه الحطب وقعت يا جبار ظلما تبت يد أبي لهب وتب يا قادة الخوف أمتكم ليست غبية لا أحد يجهل غدركم وبيعكم هذه القضية يا قادة الخوف أمتكم ليست غبية لا أحد يجهل غدركم وبيعكم هذه القضية يا بئس قول التاريخ عنكم شرفكم قدم هدية يا وجه الفأر الأبيض قرارك يشبه الحطب وقعت يا جبار ظلما تبت يد أبي لهب وتب وحتى أمتنا يا أبرس كل الفرقاء توحدوا من الأقصى لن نتملص جنودنا إعلامنا ضعفاؤنا حتى أهل ذمتنا الكل قلبه التهب يا وجه الفأر الأبيض قرارك يشبه الحطب وقعت يا جبار ظلما تبت يد أبي لهب وتب أمتي لا هزيمة مع لا إله إلا الله بل دروس وقوة إن شاء الله لا تهدروا غيظكم بل زيدوه لوجه الله رب الزراري على هدف القدس ومرمانة اليهود ومن سلب وقعت يا جبار ظلما تبت يد أبي لهب وتب قال ابن القيم عليه رحمة الله لو نفع العلم بلا عمل لما زم الله أحبار أهل الكتاب ولو نفع العمل بلا إخلاص لما زم الله المنافقين فعملوا بما علمتم وأخلصوا فيما عملتم ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهمك الزكية اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية ألقاكم بعد نصف ساعة إن شاء الله مع أخي الحبيب الأستاذ عمر الحنبلي في لقاء مع بعض الأحباب الفلسطينيين وألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله في روعة جديدة من روعة ابن قيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته